السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشباكم شباب شخباركم وشباكم خير وبسلام ورجع للفيديو جديد من لعبة فورتنات تحديات السبوع الثاني من السيزن الرابع قبل ما نبدأ بالتحديات تنسوا لايك واشتراك بالقناة وفعلوا جرس تنبيات حتى توصلكم في فيديوات الجاية ان شاء الله وخلنبدي بهذا التحدي وتحدي سهل جدا وراح نسهل مياه بعد اسهل ان شاء الله واللي هو راح تجي المنطقة منحدرات اش الصخرية او كراقي كلفس واللي هي راح تجي وتكسر سبع قوارب كيف هو التحدي راح يكون بهذا الفيديو ان شاء الله واستمروا حطوا لايك ان شاء الله راح نبدي بتكسير القوارب طبعا راح تكسر سبع قوارب بهذا المكان اللي هو كراقي كليف اللي تروح تكسر القوارب شوفون مثلا شوفون كسر القوارب ممكن يكون القوارب اللي تشتغلوا بدلا نتقل بها ما اعرف صراحة لان ما سويت التحدي وجلدا ان انا شفت التسريبات جبت لكم التحدي مثل ماذا شوفون هذا تقريبا كسرنا سبع قوارب حاليا وصلنا ستة ممكن تكسر القوارب الموجودة يعني موتور بوكس اذا ننتقل بها ممكن ينحسب لك او ممكن ما ينحسب لك فلذلك انت ما يحتاج موجودة كومة من القوارب اللي تقدر تكمل بها التحدي مثل ما نشوفون وهذا القوارب السابع اللي ممكن تكسره راح يكمل عندك التحدي الهنا وصلنا نهاية الفيديو يتنسون لايك واشتراك بالقناة وفعل جرس تنبيهات دعموني بكود الاتم شوف اللي يظهر على يسار الشاشة دان معكم هانتر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته